كل دي هدفها ببساطة شديدة ان احنا نمكن القطاع الخاص في هذه المرحلة على التوسع وزيادة الانشطة اللي بيقوم بيها لخلق فرص عمل جديدة والدولة المصرية كلها بتدعمه ويمكن عشان كده انا بأكد ورسالة لكل القطاع الخاص اللي موجود في مصر احنا الدولة المصرية حريصة كل الحرص في هذه المرحلة على يعني تشجيعه ودعمه في هذه الظروف الصعبة واهم شيء ان انا بدعوا كل اصحاب المشروعات ان هم برضو ان هم يتقدموا صحيح بيقدموا لكل الجهات المعنية عشان الحصول على الرخص ولكن احنا في لجنة مختصة بهذا الموضوع جوه مجلس الوزراء تحت اشرافي الشخصي بتجتمع بصورة تقريبا اسبوعية او كل اسبوعين على الاكثر فبشجع القطاع الخاص ان هو يتقدم مباشرة لمجلس الوزراء هنا لو حابب ان هو ايضا يعني يبقى ده منفذ اخر للتقدم للحصول على الرخصة الزهبية بجانب طبعا هيئة الاستثمار وبقية الجهات المعنية الاخرى فده الحقيقة توجه مهم جدا الدولة المصرية حريصة فيه وان شاء الله المرحلة الجاية هتبقى بتشهد اصدار وموافقات لعدد اكبر من الرخص الزهبية باذن الله الحقيقة احنا برضو على طول على مدار اليوم بيبقى فيه تنصيق كامل مع البنك المركزي ومع السيد المحافظ والحمد لله هدف هذا الموضوع هو ضمان استمرار اخراج كل السلع اللي موجودة في المواني زي ما قلت لحضراتكم يمكن يوم السبت الماضي احنا خلاص رجعنا تاني الى ما كنا عليه قبل عام ماضى وفعلا انا بتأكد يوميا ان الامور مستقرة وان الحمد لله دلوقتي بقت وطيرة العمل كما كانت قبل هذه الازمة وده دايما بيحصل من خلال التنصيق المستمر والدائم مع البنك المركزي والحيمكن المجلس حريص كل الحرص في هذه المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الانتاجية وعلى الاخص قطاع الصناعة ويمكن يعني احنا على تواصل مستمر مع الغرف التجارية ومجالس التصدير عشان نشوف كل المشاكل التفصيلية حتى اللي بتواجه عملهم بحيث النهاردة نخرج بقرارات تنفيذية واضحة بيتم متابعتها علشان نقدر ان احنا نتجاوز اي عقبات النهاردة بيواجهها قطاع الصناعة لان طبعا زي توجيهات فخامة الرئيس هو ده القطاع الاهم بالنسبة للدولة المصرية واللي شغالين عليه ولكن ايضا كان هناك الحقيقة تحدي كان بيواجه قطاع العقاري في دوق طبعا ارتفاع اسعار المواد البناء والمستلزمات البناء كلها والمشاكل كمان في ندرة بعد هذه المواد كان الحقيقة جلسنا مع قطاع التطوير العقاري اكثر من جلسة وكانوا يعني حددوا عدد من المطالب والحقيقة يمكن يعني بناء على التنصيق مع السيد وزير الاسكان الحقيقة كان مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتمع اول امبارح وبالفعل اصدر قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري ويمكن خليني اقول لحضركم اهم 3 قرارات صدرت ان احنا هنمد مدد الزمنية للمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة نفسها اللي موجودة يعني لو واحد مواخد 5 سنين بنديله كمان سنة اضافية فوق السنة دي وبنرحل الاقصات المستحقة كانت على المطور لنفس المدد وبالتالي ده بنديله يعني نقلل الضغط الكبير اللي كان واقع عليهم واللي حصل تأخير نتيجة للظروف الاستثنائية في اعمال التنفيذ فبالتالي بنديلهم 20% من المدد الزمنية الاجمالية اللي كانت مقررة للمشروع بتاعه في نفس الوقت وده كان قرار اخر مطلب من مطالب المطورين العقاريين احنا كنا بنعتبر ان المشروع مكتمل وبالتالي ما بنضغطش على المطور ان هو يكمل بقية المشروع عندما تصل نسبة التنفيذ الى 90% من المشروع فكنا بنسيب له 10% يقدر ان هو ينفذها على مدى زمني يعني مفيش بقى مدى زمني محدد برضو هيئة المجتمعات خفضت النسبة بدل ما تكون 90 تبقى 85% وبالتالي بندي فسحة للمطور ان هو يقدر يستكمل المشروع بعد كده بالصورة الظروف المناسبة ليه ايضا كان هناك الحقيقة طلب وبرده تم الموافقة عليه الحقيقة كان بيبقى هناك فايدة اضافية بتفرض من قبل وزارة المالية كانت بتساوي 2% اضافية برضو مجلس هيئة المجتمعات بحضور السيد وزير المالية تفضلوا بالموافقة على تخفيض النسبة من 2% الى 1% ودي كلها قرارات الحقيقة كانت مهمة جدا انها تتاخذ علشان دعم طبعا القطاع التطوير العقاري وده قطاع مهم جدا في الاقتصاد المصري عشان يواجه الظروف الاستثنائية اللي احنا بنواجهها